تحت شعار مبدعون مواطنون اختتمت بمدينة طنجة فعاليات الدورة الثالثة لبرنامج مدرسي قيم وإبداع وخلال الحفل جرى الاحتفاء وتتويج التلامد الذين أبانوا عن علوي كعبهم في مختلف المصابقات التي تضمنها هذا البرنامج بترأس وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي السيد سعيد أمزازي ووالي جهة طنجة طوان الحسيمة محمد اليعقوبي نحن هنا للإطلاع على مواهب هؤلاء الأطفال والأرقام المقدمة مرتفعة جدا حيث أن هناك أكثر من 200 ألف مشارك تختلف أعمارهم من 6 سنوات إلى 18 سنة من 300 مدرسة ابتدائية وإعدادية وثانوية وهذا يعتبر احتفالا للمدينة كلها ويمثل المدرسة المغربية حيث أن المدرسة ليست فضاء للتعلم والمعرفة فقط ولكنها أيضا فضاء للحياة ومكان حيث نتعلم التربية على البيئة وعلى القيم الحقيقية للمواطنة ومعرفة ما يمكننا أن نرى اليوم والمعرفة للمدرسة المغربية ومعرفة ما يمكننا أن نرى أن المغربية للمواطنة البرنامج شميلة بصباقات لحفظ وتجويد القرآن الكريم والرسم والمسرح والشعر والتكنولوجيا والطاقات المتجددة والسينما والبيئة والرياضة وشهد البرنامج مشاركة حوالي 250 ألف تلميذ موزعين على 199 مدرسة بمختلف مدن وعملات وأقاليم جهة الشمال ويشكل أرضية لتشجيع تلاميذ اليافعين على المشاركة في الأنشطة العامة وإبراظ مواهبهم مع جعل المؤسسة التعليمية فضاء للإبداع وترسيق قيم التنافس واحترام الآخر صراحة كانت تجربة مميزة جداً نعيش فيها أجواء خاصة وممتعة رفقة أصدقاء دينا في المجموعة والمدرب أنا فائز في قسم الاختراعات أنا كمثل المغرب كامل في أمريكا أنا أما الإحساس ديليه كقلب مغمس بالسكر البرنامج يهدف إلى تطوير قدرات ومهارات التلاميذ في المجالة الثقافية والفنية والرياضية وغرس روح المواطنة في أنفسهم ويجري تنفيذه بتعاون مع وزارة التربية الوطنية وولاية الجهة ووكلة إنعاش تنمية أقاليم الشمال